لوبراين لا انا اطلب الرحمة من محكمتك وما توسلوا اليكم يا حضرة القاضي ارجوك انا بريء مذنب حسنا لقد فعلها حقا لماذا ادفع الغرامة وانو غادر من هنا خمسون عاما من الاعمال الشقة خمسون عاما خطأي انا كان يجب ان امنعه من سرقة اللبان من جيبي اعتقدت انني اعلمه درسا حضرة القاضي لا يمكن ان تكون جادا خمسون عاما للبسخ على الرصيف انا الى الشين ويهمني تحقيق العدالة ايضا ولكن هذا انت منال الشين اذا انا لم ابه يوما لافراد الشين لكن في حالتك ساضع سثناءا ولن احتجزك لوطاحتك المفرطة الى الحجز لحظة هذا هو الضلم بعيني ساضعك تحت المراقبة ارجوك انا بريء تريكسي كورد علينا ان ناخذ جولة حول هذا السجن لماذا؟ لاننا سنهرب برونتو لا اشتركوا في القناة ومن تكونوا إذن العقل مدبرا للجرائم؟ آه طبعا فأنا رئيس منظمة ضخمة تتاجر بالأسلحة وتقتل وتدمر كل من يعترض طريقها آه تقلت بسبب بسقك للبان؟ في الواقع كانت هذه آخر جرائمي لما أنت هنا؟ قد تحدث في العالم وهو محتجز بسبب صوت نفسه العالي وهذا بسبب تبسمه المفرد أجل القاضي لوغان محتر احتجزك بحجة خلق قوانين سخيفة ثم ينطبوا ببيعك تلخيام بأعمال شاقة وليس أي أعمال شاقة سمعت أنهم سيرسلونك للعمل لدى دكتور بلاك دكتور بلاك؟ هذا ما أخبرتني به مصادري القاضي لوغان يفرغ سجنه وبلاك يحصل على عمال بالمجال مصنعه كم نملك من الوقت؟ بضعة أيام ربما إذن علينا أن نسرع أن نراجع الخطة يقوم هذا بإيصال المؤني إلى سجني كل يوم دفعت للسائق لأخذ محله إن نجحنا في هذا سنبعد العنظار عنه جيد لكن تذكرها برونتو ليس الوحيد الذي تم احتجازه ظلماً هناك آخرون بحاجة لمساعدتنا وسنوقف ذلك القاضي عند حده الآن حدثني عن تلك الطلقة إنها شبه مستحيلة لذا أحضرت هذا لك رائع إنه جهاز رؤية من نوع SVX 5000 يحدد كل شيء يلزمه بدقة لتنفيذ طلقات رائعة طلقت هذه البزاقة السريعة بالبريد لتكتمل المهمة إنها البزاقة الوحيدة التي ستنجز المهمة لأن كل بيانات وزوايا المنظار مخزنة في نظرتها عالية التقنية أيها السريع أهلاً في الفريق والآن لنعود إلى الخطة أولاً سيقود كورد عربة المؤن إلى السجن وسيتصرف بشكل طبيعي تريكسي ستتأكد من أن الحارس مشتة الانتباه وتعطيني الإشارة والباقي يعتمد علي وعلى البزاقة السريعة إن تم كل شيء وفق الخطة ستتطلق بسرعة وترتد عن العربة وعن سرية العلم وتضرب بسطح السجن وتدخل من مصر في الهواء وتقوم بلفة سريعة لتفجر القفل بخولاً إلى الزنزانة وتفتح الأصفاد وعند التأكد من كله المكان ستخرج الجميع بأمان دون أن ينتبه أحد حسناً إذن لنذهب ونحرر برانتو علينا الثقة بالتقنية العالية أتمنى أنك فيمضى الخطة أيها السريعة هذا ليس جيداً كانت تلك كارثة حقيقية كما قلنا لك نقطة الضعف الوحيدة أن لا أحد يستطيع تسديد الرمية أجل لا أحد حسناً باستثناء ماريو بروفادو ماريو من؟ ماذا؟ أوه هيا ماريو بروفادو يا صاحب الرميات الخادعة الأكبر على الإطلاق انظر ها هو موسعي القيام بأي رميات أجل لديه بأن مجهو الخاص وكل شيء ماذا حل به؟ تخلى عن الأضواء ويملك الآن مطعماً في منطقة نائية أعتقد أنه حان الوقت لعودة ماريو بروفادو وبالسرعة لا يعقل أن يكون هذا هو المكان لماذا سيختار أسطورة مثله العيش هنا؟ أهلاً في مطعم ريكو هيتل البيتزا نبيع أفضل الفطائر في المدينة ماذا أحضر لك؟ أنت ماريو بروفادو؟ لا أنا ماريو بائع البيتزا أنظر لقد أخبروني أن ماريو بروفادو هو الوحيد القادر على تنفيذ الرمية التي أريد متأسف ماريو ذلك تقعد أنا أعمل حالياً في البيتزا إن أردت الاستمرار بالحديث أطلب شيئاً هناك صديق لي آآآ لا بيتزا لا حديث آآ حسناً سأخذ البيتزا مع جمن إضافي سجل بيتزا مع جمن إضافي الآن دعني أخبرك عما أريده منك إن صديقاً لي أخبرتك أني تقاعد لن أطلق بزاقة أبداً لن أفعل هذه مسألة حياة أو موت القاضي لوغان يبيع السجناء للدكتور بلاك و هل لديك مشاكل في السمع؟ قلت لا لذيذة حقاً كنت محاضاً من كل جانب كالثور في حلبة لكنهم أيقنوا أنني الأقوى والأشرس وماذا حدث بعدها؟ هيمات واحدة جعلت العصابة تهرول مبتعدة خوفاً لهذا ستخرجني مجموعة من هنا سترون الأمر يا سادة يتعلق بالإحترام الممزوج بالخوف هذا الخلد يشكل خطراً لا سيما وأن فرداً من آل شين إلى جانبه من الأفضل أن نسرع في نقلهما كن حذراً منهما اسمع قلت لا انصرفه الآن أنا هنا لكي أكل لا أصدق أنني تناولت كل هذه البيتزا انظر صديقي في مشكلة كبيرة لا أريد هذا لأجلي بل لأجله أخبروني أنك الوحيد القادر على تنفيذ الرمية التي أريد هذا إذن؟ حسناً حسناً يبدو أن هذا سيجلب مشاكل كبيرة لقد توقفت للأبد ماذا حدث لك؟ المعذرة كنت بطلاً كبيراً وفجأةً اختفيت أنا لست بطلاً كنت مقدمة برامج هذا كل شيء أنا أعرف القليل عن الشهرة فوالدي كان ويلشين ماذا؟ حقاً؟ كان بإمكانك أن تذكر ذلك هل كان سيغير رأيك؟ كلاً حسناً آسف لإضاعة وقتك ووقتي انتظر لن أقوم أنا بهذه الرمية لكن إنهمك العمر سوف أعلمك آلشين يتعلمنا بسرعة هل أنت معلم جيد؟ فليس لدي وقت ثلاث فطائرة من دون بصل شكراً لاتصالك اسمع تذكر 90% من خدع الرماية تعتمد على العقل سنبدأ أولاً بإعداد البيتزا ماذا؟ لمساعدة صديقي سأجرب أي شيء ماذا تفعل؟ أصنع البيتزا؟ استرخي سنصل إلى ذلك الأولويات أولاً تخيل الترتيب، الطبقات، ارسومها في مخيلتك هل تعرف إلى ما أنظر الآن؟ المكونات خطأ أنظر إلى البيتزا الجاهزة في مخيلتي عند البدء بشيء اعلم كيف تريد أن تنهيه والآن نقوم بصنع ماذا؟ ثلاث فطائرة بيتزا؟ كبيرة؟ الأمر متعلق بترتيب كل المكونات معاً هل تعرف لما سمي هذا المكان بركواتي؟ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بدون بصل جيد أنت منتبه والآن قم أنت بأعدادها بدون بصل نريد صنعها كاملة برمية واحدة ريكو هيت بيتزا أتذكر؟ نعم حسنا لنقم بهذا مجددا الأدوات عالية تقنية لا تنجز الأمور اعتمادا على الغرائز أحصل عليها وعليك أن تثق بها حسنا هل سنقوم الآن بالرماية؟ رمي المزيد من البيتزا؟ أجل حسنا اضرب هذه بالنقانة كيف أبليت؟ منت بحاجة لبعض التدريب أنت تتقدم إلي لكن عليك أن تسترخي ومتى سأتعلم الرماية؟ هذا ما تفكر فيه؟ لم تفهم مغزى التدريب أنت تملك قلب رام إلي ولم أرى أحدا يتعامل هكذا مع البزاقات باستثنائي إذن لماذا توقفت؟ لم أخبر أحدا السبب لقد كنت في أوجي نجاحي لم أعتقد أنني سأخطئ يوما لقد كنت مغرورا بعض الشيء وفي أحد الأيام عرضت علي وظيفة لكنني رفضتها وتفوهت ببعض الأمور التي ما كان يجب علي قولها وطلب مني الاعتزال إن خسرت إلى الأبد وظننت أني لن أخسر كنت مغرورا ضربني ببزاقة لم أرها من قبل ولا أريد أن أراها مجددا كانت متوحشة صحيح؟ بارست بلاك لا يا عم ما زلت عند كلمتي قلت إن سأدربك إذن هل فهمت ما الطريقة؟ أجل أنت جيد يا فتى لقد نسيت الجبن الإضافي لكنك جاهز تعلم أن الدكتور بلاك مخادع ولن يرضى بالهزيمة فأي صفقة أنت لا تدين له بشيء هذا العالم بحاجة لك وأنا أيضا حسنا موافق هقا رائع لكن أنت ستسدد أحمل أخبارا جيدة لقد تدربت وأحضرت معي ماريو بروفادو ليدعمني لا أصدق ما أرى واو أنت حقا ماريو بروفادو هل تذكر الحلقة السادسة والخمسين من برنامجك عندما أطلقت تلك البساطة؟ كورد ليس لدينا وقت سررت بمقابلتك سترة رائعة لدينا أخبار سيئة إنهم يرحلون فدخ ها؟ لكن لم أخطط لهذا بل للرمية الخادعة لنحضره من السجن تستطيع القيام بها اجمع كل مكوناتك إنها سهلة بسهولة البيتزا ماذا كان لا يفعلان؟ حسنا علينا أن نتحرك مر وقت طويل أليس كذلك؟ ستفعلها؟ إن كنت لا تخاف بلاك فيجب أن أفعل حان الوقت لاستيناف نشاطي ولكن أنت من سيسدد؟ صحيح كورد الحق بالقطاب عصابة جين؟ اسبقوها ها هو لقد أتوا لأجلي ولكن من؟ من هذا الرجل؟ هاي إن برونتو هو الزعيم حقا ماريو بروفادو فرد في جماعته بالطبع بالطبع لقد علمت ماريو كل ما يعرفه ولكن من ماريو؟ إيلاي لدينا مشكلتهم في العمام ما إن يدخل القطار النفر لن نمسك به لن ننجح نحتاج رمية خادعة تسقط الخراس وتحرر برونتو لون أن نسقط من على العربة كورد ركز على القيادة فريكسي سنحتاجك كمراقبة حريشان فوق القطار أرأيت تلك الرمية؟ لا تختر يا فتى يقتربون من نفق أجل، أظن أنهم زادوا سرعتهم أربعة خراس، وما زال علينا تحرير السجناء هيا يا فتى، إلمي ها وكأنك تراها تحرير السجناء أربعة خطأ مصال، أربعة خطأ أربعة خطأ مصال كمراقبة لا! كيف سننزلهم على القطار؟ لا وقت! المشبك الذي يصل العرب بالقطار! أملنا الوحيد! إزالة المشبك وإصابة المحاولة بضربة واحدة! هذا مستحيل! ليس مستحيلاً! تذكر ما علمتك إياه! حدد المكونات والطبقات! ركز أكثر! هذا مستحيلاً! هذا مستحيلاً! أجل! أها! رأيتم أنزعي معصابة من الوزن الثقيل! لدينا مشكلة! كورد! اقترب أكثر! ماريو! عانى دورك الآن! تراجع للخارج! رأيتم جيدة! أخرجوا من هناك! أسرعوا! نحنوا في الخبر! نحن؟ إنستحي! هاااااااااااااااااااااااااااا! نحن إنخفضوا! قم بغضلة! نحن! نحن! هذا أشبه بصنع البيتزا أنت محق يا فتا بالحديث عن البيتزا أنا أشعر بالجوع الشديد والعطش أيضا ولا أخجل أن أعترف بأن الوضع كان صعبا في السجن والطعام كان فضيعا برونتو لقد سجنت ليومين فقط ما هذا نجوت ما زلت تقوم بأفضل رميات خادعة مكانك موجود في فريقنا انفكرت يوما بالعودة شكرا أظن أنني سأكتفي بصنع البيتزا حاليا لكن يوما ما هاي من يدري رائع أننا نحررنا برونتو ولكن ماذا بخصوص القاضي لوجان سنذيقه من شر أعماله أعتذر سيدي ألبست غير مسموح به لا مهلا تم الليقاع به هذا اللباء رهيب كمذاق الصلصة الحارة والسمك المتعفن نطبق القانون من دون استثناءات هذه أوامر ماذا مهلا توقفا أنا بريد بريد